تتدر القرار السياسي العراقي غير مستقل الكتل السياسي الحاكم الآن وفي قاضي النظام الموجود كل كتل سياسي متكه على دولة كتل سياسي متكه على أمريكا كتل سياسي متكه على إيران كتل سياسي متكه على سعودية وتركيا وآكو كتل سياسي متكه على إسرائيل هنا يصبح القرار السياسي غير مستقل أدنا كتل سياسي متكه على إسرائيل؟ نعم معروفة معروفة كتل متكه على إسرائيل والعلم الإسرائيلي مرفوع بها والمسؤولين يرحون لتل أبيب فالقرار السياسي العراقي ضعيف بسبب تدخل تلك الدول سواء كانت أقلينية أو دول عظمى لذلك تشوف قرار الرئيس الحكومة دائما هو الرئيس الحكومة يجب أن يغازل أمريكا ويغازل إيران ويغازل تركيا ولذلك تشوف السفير يجي تلت الصور سفير يجي زور وزير إذا لم يرئيس الكتلة أو رئيس الحزب اللي متعامل مع تلك الدولة لهذا السفير أطائع عزم استقبال هذا السفير لمصالح حزبية ومصالح شخصية قد تكون بزنس الكل يتذكر رشتون السفير التركي يتجول في الجميلة ويتابع سوق البيض واللحم اللي احنا كنا مصدرين قرار منع استيراد ودعم المنتج الوطني ويجي السفير التركي يتجول بأريحية في جميلة ويشجعون على استيراد المنتجات التركية وتدخلنا عن طريق كردستان ومنتجينا الوطنيين والعراقيين سلاحهم ولو أنا في مصدر القرار والله أنا سعى هدومة وألقي القبض عليه وأرجع وين كان فهذه المسألة هو تبعية تلك الكتلة اللي مالكة هذه الوزارة إلى تلك الدولة أو أو ذلك الاتجاه الإقليمي أو الدولي هاي المسألة شي سوى رئيس الوزراء أو حتى الوزير وزير يجي أمر من رئيس الحزب مالا يقول له راح يجيك السفير التركي أو يجيك السفير السعودي اشتركوا في القناة